اهلا بكم عزيزي المتابعين معاكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن نقطة بسيطة كده لزميلنا التمريض ازاي نزبط معدل المحلول محلول ملح مثلا او محلول رينجر او محلول جلوكوز ازاي نزبط المعدل بتاعه يعني مثلا دكتور قالك انا عايز اعلق 500 سنطي محلول ملح للعيان ده على مدار 3 ساعات ازاي ازبط المعدل ده عشان المحلول ده يخلص في 3 ساعات وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو احنا بنتكلم عن المحليل الوريدية زي محلول الجلوكوز او الملح او الرينجر باستخدام جهاز المحليل اللي احنا بنستخدمه العادي الستاندرد بتاعنا لان فيه انواع تانية هبقى اقول عنها فكرة في نهاية الفيديو لكن العادي بتاعنا اللي كلنا عارفينه الفكرة كلها ان كل 15 نقطة يساوي 1 مليليتر يعني يساوي 1 سنطي يعني المحلول كل ما ينقط 15 نقطة يبقى كده المحلول نزل سنطي وبالوايم كده تقدر تقول ان انت لو خليت المحلول ينزل النقط بتاعته دي تنزل بمعدل 15 نقطة في الدقيقة الوحدة يبقى معناها سنطي في الدقيقة الوحدة يبقى في الساعة 60 سنطي يبقى احنا كده ادينا للعيان ده 60 سنطي في الساعة طيب لو ضعفنا الجرعة دي يعني خليت المحلول ده ينقط 30 نقطة في الدقيقة معناها كده ان انا اديت للعيان 2 سنطي في الدقيقة يعني 120 سنطي في الساعة وهكذا لكن احنا مش بنمشي بالوايم احنا هنحسبها مزبوط في معادلة بسيطة كده تعرفها وعلى اساسها تزبط معادلة للمحلول بتاعك المعادلة دي عبارة عن كمية المحلول اللي انت هتديها بالسانطي احنا بنقول عليه السانطي انما هو ميليليتر او سانطي مكعب فكمية المحلول اللي انت هتديها للعيان تضربها في 15 15 ده اللي هو معامل التنقيط اللي هو كل 15 نقطة بيسوي 1 سانطي على عدد الساعات اللي احنا هنمشي فيها المحلول ده في 60 عشان تدينا بالدقيقة يعني نرجع للمثال بتاعنا الاولاني عايزين نمشي 500 سانطي في 3 ساعات يبقى 500 دي كمية المحلول المطلوبة هنضربها في 15 اللي هو معامل التنقيط ونقسم على 3 ساعات يبقى 3 في 60 هاي يدينا 7500 على 180 يعني هاي يدينا تقريبا 41 يعني المحلول ده تمشيه بمعدل 41 نقطة في الدقيقة كده المحلول ده هيخلص في 3 ساعات زي الدكتور ما قال تقعد كده تفتح وتقفل لحد ما تظبط انه ينزل تقريبا 41 نقطة في الدقيقة مثال تاني عشان نوضح شوية لو دكتور قالك انا عايز علق للعيان ده 2 لتر محلول رينجر في خلال 24 ساعة عادي جدا المعادلة سهلة 2 لتر اللي هما 2000 سنتي هنضربهم في 15 اللي هو معامل التنقيط ونقسم على عدد الساعات 24 ساعة هو قالك على مدار 24 ساعة يبقى 24 في 60 هيدينا 30 ألف على 1440 يعني هيدينا في النهاية 20 يعني تخلي المحلول ده ينزل بمعدل 20 نقطة في الدقيقة يبقى معنا كده الاتنين لتر اللي هما 2000 سنتي اللي هما 4 زجاجات هيخلصوا في 24 ساعة زي ما احنا عايزين ومثال تالت لو دكتور قالك انا عايز علق للعيان ده ملح مستمر بمعدل 50 سنتي في الساعة سهلة جدا الكمية 50 سنتي هنضربها في 15 اللي هو معامل التنقيط ونقسم على عدد الساعات ساعة ما هو قال 50 سنتي في الساعة الوحدة يبقى واحد في 60 يساوي 750 على 60 يساوي في النهاية 12 نقطة تقريبا يبقى العيان ده تعلق له محلول الملح بتاعه وتمشيه بمعدل 12 نقطة في الدقيقة كده هيوصله 50 سنتي في الساعة وهو آي المستمر يبقى كل ما يخلص هتحطه من جديد وبالطريقة دي تقدر تظبط معدل المحاليل الوريدية بجهاز المحلول اللي احنا قلنا عليه لان فيه جهاز تاني اسمه مايكرو دريب اللي احنا شغالين به ده اسمه ماكرو دريب فيه جهاز تاني بيدي نقطة صغيرة خالص اسمه مايكرو دريب فده كل الفكرة اللي بنغيرها معامل التنقيط بدل ما نخليه 15 بنخليه 60 وهي هي نفس المعادلة ومعناه ان كل 60 نقطة بتساوي 1 سنتي زي ما قلنا لكن ده مش عندنا كتير احنا في الاساسي بس وفيه ملحوظة ان حتى الماكرو دريب اللي احنا بنستخدمه بيبقى مختلف فيه منه بيدي 15 نقطة لكل سنتي فيه منه بيدي 20 نقطة لكل سنتي فيه منه بيدي 10 نقطة لكل سنتي فالمفروض انت بتشوف المكتوب عليه ايه زي ده كده قدامك العلامة دي بتقول ان ده بيدي 15 نقطة لكل سنتي يبقى معامل التنقيط بتاعه 15 اما ده مثلا العلامة دي معناها ان معامل التنقيط بتاعه 10 وغيره ممكن تلاقي معامل التنقيط بتاعه 20 فانت بتعرف معامل التنقيط بتاع الجهاز اللي انت بتستخدمه او منظم المحاليل اللي انت بتستخدمه وتحطه في المعادلة حاجة اخيرة بالنسبة للدم لو هتعلق دم للعيان فمعامل التنقيط غالبا بيكون 10 هي هي نفس المعادلة بس معامل التنقيط هنخليه 10 على سبيل المثال الدكتور قالك هنعلق للعيان ده 500 سنتي دم على مدار 4 ساعات يبقى 500 سنتي هنضربها في 10 اللي هو معامل التنقيض على 4 ساعات في 60 هيساوي 5000 على 240 هيساوي 20.8 يعني 21 نقطة تقريبا تمشي الدم ده بمعدل 21 نقطة في الدقيقة يبقى انت كده هتخلص ال500 في الاربع ساعات زي الدكتور ما طالب بس كده وفي النهاية بقى احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة بتاعتي واعمل لايك وشير شكرا لحضرتكم